على خطأ ترجمة الاستفاف الوطني إلى واقع عملي اتخذت الأحزاب والمكونات السياسية قرار تشكيل التكتل الوطني وعلى درب ترجمة الخطوات إلى جدول تنفيذي أعلنت تكتل الوطني عن هيئته التنفيذية التي عقدت أمس اجتماعها الأول البلاغ الصحفي الصادر عن الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني أشار لمخرجات الاجتماع الأول ومنها تشكيل لجنة مختصة لإعداد البرنامج السياسي للتكتل ليعبر عن تطلعات الشعب في استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية تشكيل عدد من اللجان المختصة داخل الهيئة التنفيذية لضمان العمل وفق رؤية شاملة ومتكاملة مناقشة التصورات المتعلقة بتشكيل الفروع في المحافظات وخطة إطلاق الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للتكتل رئيس التكتل الوطني الدكتور أحمد عبد بن دغر شدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكامل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة فيما أوضح رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور عبد الله عبل أن استعادة الدولة وإعادة بناء المؤسسات تتطلب توحيد الصفوف والخطاب السياسي ومحاسبة القيادات العابثة وتعزيز الحوار لاستعادة الثقة وإنهاء الخلافات داخل صفوف الشرعية هي إذن هيئة جديدة تضاف لقائمة تكتلات وهيئات مع بدئها أولى الاجتماعات يبقى التساؤل هل ستكشف الهيئة والتكتل الذي تفرعت عنه إضافة فعلية لحل المعضلات اليمنية أم ستكون مجرد أسماء هيئات وشخصيات لملء الفراغات